في ظل المعمع التي تحصل في موضوع إعطاء الأساتذة حقوقهم مواقف متصلبة تصدر بهذا الموضوع فالمدارس الكاثوليكية لن تتراجع عن مقترحاتها ونقابة المعلمين لن تتخلى عن السلسلة التي هي حق شرعي لكل معلم فنقيب المعلمين رودولف عبود في المؤتمر الأخير الذي عقدته النقابة أكد أنه تقدم بدعوة قضائية بحق بعض المدارس الخاصة وصندوق التعويضات بسبب تعطيل القانون 46 معتبرا أن ما يحصل يوضع بخانة العصيان ويدر بمصالح المعلمين فيما قرر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي بتقسيط السلسلة شبه مرفوض هذا الكلام جاء ردا على عبود عبر عنه رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنة رحمة في حديث المركزية وقال أن موقف وزير التربية لناحية تقسيط السلسلة من دون توضيح الدرجات التي سيتم تقسيطها غير مقبول لأن بهذا التقسيط يعني تأجيل الحل لافتا إلى أن المدارس الخاصة تريد حلا جذريا ينص على إلغاء الدرجات المعطاة لأساتذة الأساسي والمتوسط وتقسيط الدرجات السلسلة الأساتذة الثانوي مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو العرقلة وأن الاجتماعات لم تؤدي إلى أي نتيجة وتابعا كرجنة أسقفية موسعة اجتمعنا مع وزير التربية الأسبوع الفائت ووضعناه في أجواء المشكلة التي تتفاقموا يوما بعد يوم وطلبناه بأن يلعب دوره ويعالج الموضوع وأن يدعو إلى اجتماع للجنة الطوارئ لبحث القانون 515 موضحا أن رئيس الجمهورية العماد مشيل عون تمنى على وزير التربية إيجاد الحل الأمثل من خلال الدعوة إلى الحوار وتبيان المشاكل لمعالجتها وعن لجوء نقابة المعلمين إلى القضاء قال رحمي أهلا وسهلا من الجميل أن يقاضي العامل رب عمله فهذه بدعة ولا مشكلة لدينا وقد ينقلب السحر على الساحر وبالنسبة إلى زيادة الأقصاء المدرسية قال بعض المدارس تتخذوا مواقف احترازية فنحن اعترفنا بجزء من قانون السلسلة ولم نعترف بالدرجات الست ونطالب الدولة بإيجاد الحل أو تغطية الفارق لكن يبدو أن هناك حملة على المدارس الخاصة لإقفالها وتبين أن هذا الأمر أفضل بالنسبة إلى الدولة